من المعني بقضية المغيبين؟ هل هي السليمانية تحديداً بحكم قربها الجغرافي ونفوذها الواسع ربما تجاه كاركوك أم أربيل؟ كونها هي مركز إدارة أقليم كردستان بسرعة؟ لا الأثنين معاً لكل جهة حصة ونصيب من هذا الفعل الخاطئ لكن نعتقد أن القسم الأكبر من المغيبين هم في السليمانية وهناك نسبة تقريباً ثلث من هؤلاء أو ربع من هؤلاء في أربيل حسب الإحصائيات التي نقصل عليها وبذلك الطريق المسدود الذي وصلنا له نتيجة التفاوض المباشر وجدنا بأنه يجب أن نذهب إلى عام المساعد وهي مسؤولية الدولة كونه مواطنها ويجب أن تبحث عن مصيره فخاطبنا رئاسة الوزراء التي خاطبت ممثلية تقليم كردستان خاطبت تقليم كردستان عبر ممثليتها وأرسلت لنا نسخة من المخاطبة وهذا الطريق الصحيح في البحث عن المغيبين وأيضاً كما تعلم هناك لجنة بإشراف أممي وحكومي مكونة من أعضاء مجلس المحافظة من كل ممثلي كل المكونات فتحاور في بغداد على المسائل ومن ضمن الفقرات الأولى في مثل هذا هو حل مسؤالة المغيبين ومختطفين أيضاً يعني ما دلانة سيادة المحافظة أعذرني جكم لمثل هذه القضية أمام المفاولين